رغم كثافة الموديلات الحديثة للملابس التي تتزين بها المحال التجارية إلا أن الثوبة الفلسطينية الذي يعتبر أحد مكونات الهوية الفلسطينية ما زال يصمد أمام تلك الصراعات خاصة وأن هناك مؤسسات تجندت من أجل حفاظ على الثوبة الفلسطينية وإدخال عليه بعضا من التطور لمواكبة التطور التكنولوجي طبيعة فلسطين الخلاب بما تزهو به من جمال كلوحة فنية تزهر بها سهول وجبال ووديان وتلال المدن المختلفة كانت ملهمة للسيدات وهن يحكن أثوابهن على مدى تاريخ فلسطين والمعروف بالثوب الفلسطيني الذي يعتبر واحدا من عنوين الهوية الفلسطينية إذا بترجع للأثواب القديمة بتلكيها أنها كانت السيدة تحط كل مشاعرها في العرق اللي بترسمها هو طبعا مقتبس من الطبيعة الفلسطينية اختاروا في رسومياتهم النخيل شجر الزتون الطيور الحمائم الشغلات اللي بتكون موجودة عنا في فلسطين الأهمية التي يتمتع بها هذا الثوب هو حياكته يدويا رغم مشقة العمل في إنجازه ومشاركة أكثر من سيدة في ذلك لإنجازه بالصورة التي تليق به ومن يرد ارتدائه لأنه عنوانا يحمل معه تراثا يواجه كل صراعات الموضة التي تزاحم في الأسواق نحن بنحاول إنه نشتغل على الإيجي الأصلي ما بنحاول إنه نشتغل على إيش مثلا مش بس عصري لأ نحاول نشتغل ندخل شغلات من تراثنا القديم حتى يظلوا محي يظلوا إنه موجود عندنا والحمد لله في إقبال يعني ممتاز على الإيد بدأ أكثر من شهر يعني حتى عدة بنات اللي خيطن فيه مش واحدة واحدة ما بتلحك بشهر خيطة هذا التراث أجترش البيرة والدبانيين بلبسوه أنواع كثيرة ومختلفة للثوب الفلسطيني لدي استطاع كثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات التي تعنى بالتراث إعادة إحيائه بشكل كبير وسط رضا ونوعي عن الإقبال عن هذا الثوب خاصة في المناسبة ومنها الأعراس وتمكنوا من ذلك بإدخال التكنولوجيا في التصاميم خصوصا جيل الشباب والصبايا دوروا على الأشياء الحديثة دوروا على الأشياء التطور يعني فإحنا دمجنا بين الحداثة والأصالة عملنا تصاميم حديثة تتناسب مع أذواكهم بعزيمة وإسرار تمكن كثيرون من إحياء تراثهم الخاص بالثوب الفلسطيني ما فتح مجالا واسعا للإقبال عليه من مختلف الأعمار الثوب الفلسطيني المستمد ألوانه من الطبيعة الفلسطينية وفي ظل صراعات الموضة العالمية الكثيرة إلا أنه استطاع أن يصمد ويثبت بجهود مؤسسات كثيرة نظرت نفسها من أجل تثبيت هذا التراث وهذه الهوية الوطنية الفلسطينية محمد الصنوري سي جي تي أن العربية مدينة البيري